اشتركوا في القناة اللهم صلي عليه وعلى آله وصحبه وعنا معهم صلاة نرتقي بها في أعلى درجات الجنان أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نفحات رمضان ولازلنا وإياكم نتعرض لنفحات ليلة القدر المباركة الله سبحانه وتعالى خصنا نحن معاشر الأمة الإسلامية بخصائص عديدة وميزنا بميزات عظيمة كثيرة ومديدة وما ذاك إلا بسر انتساب للنبي صلى الله عليه وسلم قل الإمام مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته فعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر إذن فسر الانتساب أو التبعية سر الرفعة بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدي لما دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمام فكرامتنا من كرامته صلى الله عليه وسلم وخيريتنا من خيريته صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس ولذا قال بعض العلماء وبه جزم ابن حبيب من السادة المالكية وقال أن الجمهور على ذلك ونقاله على الجمهور ورجحه صاحب العدة من السادة الشافعية رضي الله تعالى عنهم أن ليلة القدر خاصة بهاته الأمة أن ليلة القدر خاصة بهاته الأمة لما ذكرناه في الحديث الذي قال سيدنا الإمام فيه مالك الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيه بلغني ومن خلال ما رجحه سادة العلماء وما نقاله عن الجمهور رضي الله تعالى عنه فشرف هذه الليلة نزول القرآن فيها إن أنزلناه في ليلة القدر قال في الفتح الباري قال في فتح الباري نزول القرآن في زمن بعينه يقتضي فضل ذلك الزمن يعني مباشرة عندما قال الله سبحانه وتعالى شهر الرمضان الذي أنزل فيه القرآن وإن أنزلناه في ليلة المباركة وإن أنزلناه في ليلة القدر يقتضي ذلك ماذا شرف ذلك الزمن قطح الله سبحانه وتعالى شرف بعض الأزمنة على البعض الآخر كما شرف بعض الأمكنة على البعض الآخر وليلة القدر ذكرت ثلاث مرات في القرآن كما نزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وإعادة تكرارها ثلاث مرات في السورة زيادة في الاحتناء بشأنها وتعظيمها وتفخيما لأمرها حتى يجتهد المسلم في قيامها وتحسين فضلها إشارة من الله سبحانه وتعالى لذلك وما أدرك ما ليلة القدر في العظمة وفي القدر وهذا أسلم التشويق من الله سبحانه وتعالى إلى بالنسبة للمسلم حتى يشتاق ويكون فرح مستبشر بقيام ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يعني ليلة القدر واحدة لمن قامها وعمل فيها بالعمل الصالح خير ليست كألف شهر التي هي 83 سنة وأربعة أشهر ألف شهر هي 83 سنة وأربعة أشهر فليلة القدر لمن عمل فيها العمل الصالح خير في الثواب من 83 سنة وأربعة أشهر خير من ألف شهر هذه الكرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها أمة الإسلام هذا لمن قام ليلة القدر مرة واحدة في عمره فما بالنا لمن أو بمن قام ليلة القدر خمس مرات عشر مرات عشرين مرة أو كل سنة يقومها ولماذا أن يقومها المسلم كل سنة فيعش مثلا ثمانين سنة كل سنة فيها ثواب ثلاثة وثمانين سنة أخرى بالتي عاشها وأربعة أشهر ويعني يكون له ثواب عظيم يعني لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيه ومن الميزات التي ميزت هذه الليلة بشرفها نزول الملائكة بما فيهم سيدنا جبريل عليه السلام تنزل الملائكة والروح فيها سيدنا جبريل هو الروح سيدنا جبريل أمين الوحي سيد الملائكة ومعه عديد وكثير من الملائكة والمقصود في قوله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها كثرت نزول الملائكة وحصول البركة ونزول الرحمة والسكينة وغشايا الرحمة إلى غلدك والطمأنينة ومن جميلتهم قلنا سيدنا جبريل عليه السلام بقوله والروح فيها خصه بالذكر لفضله وجلالة قدره عليه السلام حتى لا تبقى بقعة في الأرض إلا وعليها ملك ساجد أو قائم يدعو للمسلمين والمسلمات قل سيدنا قتادة أو سيدنا أبي هريرة مرفوعا إن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى يعني عدد كبير من الملائكة بإذن ربهم من كل أمر يعني يتنزلون في تلك الليلة بأمر من الله سبحانه وتعالى أو بإذن من الله سبحانه وتعالى من كل أمر قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه تلك الليلة في قضية الأرزاق وقضية الأجال وجميع الأمور فقد جاء أن الله سبحانه وتعالى يقضي الأقضية عن سيدنا عبد الله بن عسي يقضي الأقضية كلها ليلة القدر ويسلمها لأهلها في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أن هذه الليلة من غروب شمسها إلى طلوع الفجر سلام يقبل الله سبحانه وتعالى فيها التوبة يتجلى فيها على كل تائب بالمغفرة تفتح فيها أبواب السماء وهي قلنا من غروب الشمس إلى طلوعها أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام يعني تسلم فيها الملائكة الكرام على المؤمنين القائمين لهذه الليلة بما فيهم سيدنا جبريل يسلم عليك وساداتنا الملائكة الذين هم أكثر من عدد الحصى في الأرض كلهم يسلمون عليك إذا قمتها وبمعنى آخر سلام هي حتى مطلع الفجر يعني من السلام والأمان فلا يقدر الله سبحانه وتعالى فيها إلا الخير لعباده خصوصا لمن يقومها فيزد الله سبحانه وتعالى في رزقه ويزد في أجله ويعافيه في بدنه إلى غير ذلك تقول السيدة عائشة يا رسول الله أرأيت إن أريت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ووفقنا لقيام هذه الليلة وإدراكها إنك ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته